مرحبا يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هنتكلم على توقعات الجزء التاني من عام 2019 لأصحاب برج الجوزاء برج الجوزاء الفترة الاولى من عام 2019 او النص الاول من عام 2019 ده كان متعب جدا بالنسبة لكم عمليا وعاطفيا وكان الدنيا عندكم فيه اضطراب يعني بشكل غريب فيه منكم قدر ان هو يسيطر على نفسه ويحاول يشغل نفسه بحاجة معينة يعني بتحاولوا تشغله نفسكم فيه منطقة العمل اكتر فيه مجال اسرتكم اكتر لكن من جواهم بيبقى حاجة كده زي مقصورة مش عارفين يعملوا ايه ومش عارفين يخرجوا منها ازاي الجزء التاني من عام 2019 الدنيا عندكم اتبدأ ان هي تتعدل وتبقى شوية اهدى وفيه انضباط اكتر الجزء الاخير او اخر ثلاث شهور من السنة هتبدأ الدنيا معاكم تبقى مزدهرة جدا وهتبقى حاجة كويسة جدا لكن كمان هيكونوا احسن فترة في السنة كلها هم اخر ثلاث شهور من 2019 خلونا نبدأ بقى من بداية الجزء الاول او الجزء التاني من عام 2019 من بداية شهر يونيو هتبدأ الدنيا معاكم تحسوا ان هي فيه تفاؤل فيه اه يعني هتشموا نفسكم شوية هتحسوا ان فيه بداية خطوات جديدة الخطوات دي هتبدأ ان هي تصلح من الحاجات اللي قبل كده عاطفيا وماديا او عمليا اه خلونا نتكلم الاول على عمليا لاصحاب برج الجوزية عملية ان يمكن كانت الفترة اللي فاتت متلغبطة كتير مأثر على الحالة المادية فيه متطلبات مادية كتير هم مش عارفين يعملوا ايه كان فيه شوية لغبطة من بداية الجزء التاني من عام 2019 هيبدأ يدخلوا في مشاريع اكتر اللي كان عنده بيدور على وظيفة هيبدأ انه يلاقي الوظيفة فهيبدأوا ان هم يحسوا بالطمئنينة شوية بان هم لقوا الحاجة اللي هم يبدأ ان هم يستندوا عليها بحيث ان هي هتعالي من الراتب او الدخل المادي بتاعهم يمكن كمان هم الموضوع العمليا ده بدأ انه يتحسن في شهر مايو لكن هيبدأ ان هو ياخد شكل الجدية او ياخد شكل اللي هم يرستقوا حالهم في الجزء التاني من عام 2019 كتير من اصحاب برج الجوزاء بدأوا ان هم يفكروا ان هم يدخلوا مشاريع او شراكة ما حد بحيث ان هم يعلوا الدخل المادي بتاعهم او يحسوا ان هم في مشروع هم اللي قائمين عليه مش شغلة عند حد يبقى حاجة من بتاعتهم هم هم فخلي بالكم من حتة ان انت تدخلوا في مجال شراكة تبدأ ان يحصل اي خلافات لي لان طبعا اصحاب برج الجوزاء ان هم هوايين ممكن يتعصبوا بالتالي الشريك اللي معاهم ده وما مش عارفين طبعوا ايه لازم تبقوا عارفين الشريك اللي انتم داخلين معاه ده هو مين طبعوا ايه بحيث ان ما يحصلش اي خلافات بعد كده ده من ناحية الشراكة بالنسبة لاصحاب برج الجوزاء عندهم الفترة اللي هي الاولى من الجزء التاني من عام 2019 هيبدأ فيه برضو محاولات كتيرة لتثبيت او يثبتوا اهدافهم او يثبتوا ان هما قد اينك حين او ان هما بيفكروا يعني هما عمتا لما بيبقى بالنسبة لهم حطوا دماغهم في حاجة فلازم ان هما يعملوها هيفكروا في النجاحات في هيفكروا في ان هما زي وصلوا الاهدافهم طبعهم طبع شخصيات قوية يعني سيبوكم بقى من اللهم مرح او ان هما هوائيين او الكلام ده كل ده فعلا هما فيهم اشخاص هوائية دي حاجة حلوة جدا فيهم لان هما في عزمة هما ممكن يبقوا متنكدين او متدقيين تلاقيهم ان هما بيتحكوا فدي حاجة حلوة لكن هما عندهم حتة الاسرار قوية جدا جدا يعني هوا حطوا في دماغهم هدف او حطوا في دماغهم ان هما عايزين يخشوا مشروع ينجحوا فيه بالفعل هيعملوا كده وهم فعلا اقوية في الحتة دي فحاولوا على قد ما تقدروا عشان ما تخسروش اي حاجة ان انتم تكملوا على الطريق بتاعكم ان انتم تكونوا ما يحصلش اي خلافات تكونوا عاملين زي تخطيط لنفسكم انتم هتعملوا بالورقة والقلم ان هما هيشوفوا ايه اللي ليك و ايه اللي عليك عشان خاطر ما يبقاش في اي خلافات خلينا بقى نتكلم على حتة الحب والعاطفة بالنسبة لاصحاب برج الجوزاء الفترة اللي جاية ايه من النص التاني من عام 2019 الفترة الاولى من عام 2019 كان كلها لغبطة خناءات في انفصالات حصلت مشاكل كتير بالنسبة لناس المرتبطين او المتجاوزين واللي كملوا يعني لو حصل في مشاكل ما بين بالنسبة لناس مرتبطين وكملوا فدي معناها ان هما اا اقوية يعني هيقدروا ان هما يتحملوا بعض في اي حاجة صعوبات لان الجزء الاول من عام 2019 كان كلها صعوبات بالنسبة للحب والعاطفة لاصحاب برج الجوزاء من بداية شهر يونيو هتحس ان في حد مهتم بيك او انت مهتم بحد بالتالي هيبدأ في الحب او العاطفة عندك هتبدأ ان انت تحس ان انت محتاج فعلا للحب حاسس ان في حد جنبك في الحب او حد بيحبك وانت مش عارف توصل هيبدأ ان في خطوات كده اللي هي الحاجات المشاعر اللي بتبقى قبل الكلام وقبل العاطفة وقبل الحب نفسه او قبل العلاقة نفسها هو ده اللي انت هتبدأ ان انت تحسه الحاجة دي هتسعدك جدا او هتحس ان انت فرحان جدا ان عندك العاطفة بدأت تتحرك تاني لكن نصيح تليك انك ما تفكرش في اي حاجة فاتت ما تفكرش في اي علاقة قديمة تخليها تأثر على الحب الجديد عندكم حب جديد هيكون في 2019 الحب ده هيسعدكم بالتالي عايز اقول لكم برضو ان لو الحب الجديد من اصحاب الابراج النارية حاولوا على قد ما تقدروا ان انتم تحسسوهم ان انتم بتحبوهم وفي اهتمام منكم منكم ليهم عشان هما نفسهم بيبقى حاسين ان لما يبقى في اهتمام يبدأوا ان هما يدق حب كبير ليه قلت اصحاب برج الحمل لان عندهم فرصة ليه اللي هما يبقوا متقربين اكتر او يتقربوا اكتر او يكون فيه علاقة حب الفترة اللي جاية بالنسبة لاصحاب برج الحمل اكتر من الابراج النارية يعني فخلي بالكم كويس جدا من حتة ان انتم تدوا انتم اهتمام وتدوا علاقة حب حلوة او احساس في الحب حلو ما تخلوش اي حاجة من العلاقة القديمة تأثر فيكم او تحسوا ان العلاقة الجديدة دي ممكن ما هيعمل زي ما اللي فات عمل او تعمل زي ما اللي فاتت عملت ما تفكروش اساسا كل شخصية خاصة بيها هي او كل حد ليه حاجة خاصة بيه هو جرب وما تحسسي نفسك ان انت تجربة واحدة اثرت فيكم اعتبر الحاجات اللي انا بقولها شوية نصايح صغيرة في وسط التوقعات لكن انا هجمع النصايح كلها في فيديو واحد وهنبدأ ان احنا نقولها النصايح بتبقى اهم بكتير جدا لان هي بتعرفنا ايه اللي ممكن نخلي بالنا منه او ايه اللي ممكن نتجنبه عشان خاطر نقدر نوصل بسلام او بامان لهدفنا او نجحنا بالنسبة بقى لاصحاب برج الجوزاء من الناحية الحياتية الامور الحياتية بالنسبة لهم ما تحاولوش تماما تخسروا اي حد من اهلكم او اسرتكم او الاصدقاء المقربين ليه لان انتم هترجعوا تحتاجوهم في خلال الجزء التاني من عام 2019 يمكن هتحسوا ان انتم في احتياج قوي قوي للاشخاص انتم فقطوهم او اشخاص انتم اللي بعدتوا عنهم في شهر ديسمبر اكتر وقت يعني اخر السنة هتحسوا ان هما لو كانوا موجودين جنبكم كان هيحصل فرق كبير دي النقطة التانية عندهم حاجة حلوة برضو هتحصل فيه مفاجأة حلوة المفاجأة دي عبارة عن سواء كان ارتباط او مولود جديد او حاجة حلوة او بشرة صارة بالنسبة لحد من الاسرة بالتالي هما يفرحوا بيها جدا يعني عندكم بشرة حلوة الجزء التاني من عام 2019 دينا نتكلم بالنسبة لصحة اصحاب برج الجوزاء بداية كده المشاكل الصحية اللي عندكم الارهاق التعب الجسدي ان انتم مش قادرين تقوم وتحسوا ان جسمكم مكسر كل ده سببه حاجة واحدة بس سببه ان المشاكل النفسية بالنسبة لكم يعني ايه انتم طبعوكم ان انتم ممكن تبقوا في عز وجاعكم وفي عز قصركم او في عز قلمكم وتبقوا بتتحكوا مع الناس وتبقوا الدموع من جواكم لكن انتم من برا وش بيتحك جدا وش مبسوط جدا بالتالي بتدي انطباع عن الاشخاص اللي قدامكم ان انتم اشخاص مش بيأثر فيكم ان انتم جمزين ان انتم مفيش حاجة واجعاكم بالتالي بيبدأ ضغط عليكم اكتر ما تحاولوش على قد ما تقدروا ان انتم تخفوا الامكم بالمنظر ده او تحولوا الالم بتاعكم لصورة ضحك وابتسامة رهيبة مش معنى كده ان انا بقولك انك تقول الامك قدام الناس لان اصحاب برج الجوزاء من طبعوهم انه هما لما بيلاقوا ان الالم اللي جواهم او الحاجة اللي تعب اللي جواهم لما حد يعرفه بيحسوا بوضع اكبر ما بيحبوش يعرفوا قلمهم لحد حاولوا على قد ما تقدروا تشوفوا مية اقرب حد من اصدقائكم ويه تبدأوا ان انتم تفضفضوا معاهم تبدأوا ان انتم تخرجوا وتبدأوا ان انتم تخرجوا من الحالة اللي انتم فيها اتكلموا مع نفسكم يعني بالتالي اللي قصدوا ان انتم ما تشلوش في نفسكم جامد بسبب المشاكل والقلم اللي انتم فيه لاني ده بيأثر في الاخر على صحتكم يمكن عندكم الجزء التاني من 2019 لاخر شهور كده لو اخر 3 شهور هيبدأ ان انتم تبدأوا تخرجوا من الحالة دي لكن حاولوا ان انتم تخرجوا فيها بدري عن كده لان هي هتفضلكم جدا وان هتحسوا ان انتم مشاكلكم النفسية قالت فبالتالي مشاكلكم الجسدية والتعب هيقل احنا اطول عليكم اكتر من كده لكن استنوا فيديو النصائح هيكون مهمة جدا جدا لانه يعتبر هو بقيت او تكملة للتوقعات لكن في شكل النصائح نحاول نحنا نتجنب ايه نعمل ايه الحاجات دي هتبقى مفيدة جدا جدا اه طبعا انا بتمنى ان انا اكون قلت التوقعات بشكل بسيط وسريع اه كده احنا قلنا توقعات جزء التاني من عام 2019 لاصحاب برج الجوزاء بتمنى ان انا اكون في التوقع وقلت بشكل بسيط وسريع اه انا طبعا بشكركم جدا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وسلام عليكم